بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في دور التصميم الإمارة المحضرة الرابعة معاكم مهندس أشرف رمضان إن شاء الله النهاردة يا شباب هنتكلم عن عوامل مهمة جدا في الإمارة هنتكلم عن اليونيفورمتي اللي هو تجانس الإمارة وهنعرف إمتى يبقى مطلوب عندي في بعض التطبيقات يونيفورمتي عالية وإمتى ما يكونش مطلوب عندي اليونيفورمتي العالية وإيه هي القيم المفضلة في اليونيفورمتي تمام عشان نقدر نقول المكان ده بيحقق تجانس إمارة عالي أو لا بعد كده هنشتغل على الكنتراست اللي هو التباين في الألوان التباين بين زي الكنتراست العادي نحن نشتغل عليه التباين بين الأبيض والإسود وهنشوف الجلير اللي هو الوهج وبعد كده هنتكلم عن البيم أنجل ساويت الشعاع بالتفصيل نبدأ نقول والله اليونيفورمتي أو تجانس الألوان عايزين نبدأ نشوف يعني إيه اليونيفورمتي لو أنا مطلوب عندي في بعض أو في أحد الفراغات إن أنا أحقق 200 لقس في أحد الفراغات وبعد ما عملت رن باستخدام برنامج الكمبيوتر أو باستخدام الديالاكس بدأ يظهر لي التوزيع الخاص بقيم اللقس في هذا الفراغ لو أنا بصيت هنا في الرسمة دي هلاحظ هنا في عندي قيم كبيرة 257 لقس موجودة هنا وهلاحظ هنا في الأطراف 186 180 174 164 180 القيم بتختلف من مكان إلى آخر طيب مدى تقارب هذه القيم مدى تقارب هذه القيم هو اللي بيوضح لي يعني إيه اليونيفورمتي يبقى تعريف اليونيفورمتي أو تجانس الإمارة هو مدى تقارب قيم مستويات الإمارة على سطح معين يبقى لو أنا قلت لك عرف لي عرف اليونيفورمتي عرف اليونيفورمتي أو تجانس الإمارة هو مدى تقارب قيم مستويات الإمارة على سطح معين ده مهم جدا مهم جدا نشوف اليونيفورمتي زي ما أنا شايف هنا بيقول لي والله أنا ما عايز أحقق 200 لديت ان فيه حاجات اعلى من 200 وفيه حاجات اقل من 200 وفيه حاجات اعلى من 200 تصل الى 257 وفيه حاجات اقل تصل الى 164 بدأ يضلع من الجراف ده القيمة العظمى القيمة العظمى اللي هي E maximum cam lux 257 والقيمة الدنيا او الصغرى اللي هي E minimum طيب تمام انا دلوقتي عرفت القيمة العظمى والقيمة الصغرى طبعا لو عايز احسب النسبة بين القيمة العظمى والقيمة الصغرى راح تحاسب E minimum على E maximum لقيتها point 636 تقريبا 6 من 10 طيب انا دلوقتي عايز اشوف القيمة المتوسطة او القيمة الوسطية او المتوسطة اللي هي احنا بنسليها الافرج بين كل القيم لقيت والله هو بطلع لقيمة الافرج وديه حتة مهمة جدا لازم نشوف ان اللقس اللي متحقق متين ان الافرج ده اعلى منه الافرج متين ستة وعشرين متين سبعة وعشرين لقس طيب بدأ يظهر عندي معامل مهم جدا اللي هو عامل التجانس او اليونفورمتي طب ده تعريفه ايه عامل التجانس لو قال لي عرف عامل التجانس النسبة بين الامارة الدنيا الى الامارة المتوسط الآن أعيز عندي قيمة ا jail minimum وعند قيمة ا ا اقسمت ا اcap Vision ما هي 164 على ا faren 24 sur 27 سانت facts تقريبا سبعة من عشرة طبعا القيمة ده قيمة كبيرة تمام والثاني قيمة التجانس تمام فبيقول لي ان قيمة دي قيمة عالية تعتبر قيمة عامل التجانس عالية إذا كانت القيمة أعلى من نص يبقى هي يا شباب الفلسل دايما مستشاري لما بيجي راجع يقول لك والله أنا عايز يليفورنتي في المكان ده بيبوس لو ليه يليفورنتي أعلى من نص يبقى كده تمام تمام يبقى هنا العين لا تلاحظ أي فرق في مستويات الإمارة عند قيمة التجانس نص أو أعلى يبقى انت لو مص أو أعلى هيبقى فيه تجانس هيبقى فيه تجانس في الإمارة وبالتالي مش هيبقى فيه عندي كمية زلال وبالتالي أنا قدرت أشوف لو أنا عندي قيمة التجانس مص ده هيبقى كويس بس ده مش في كل الحالات ناس كتير جدا تديلوا الريزولت بتاعة الديالكس يقول لك أنا ببص على الاي افرش او ببص على معامل التباير اليونيفورمت اليو زيرو اليونيفورمت اليو زيرو تمام لو لو لقيته أكبر من نص يبقى انا كده تمام لا ده مرغوب فيه في بعض التطبيقات زي المكاتب زي المصانع والمطارات والورث والمستشفاءات يبقى هنا عايز تمام عندي معامل تجانس مص أو اكتر تمام ليه طيب ليه أنا ببص على المعامل ده عشان ما يبقاش في عندي زلال يبقى لو تسألت ليه انت بتطلب يو زيرو او معامل التجانس اليونيفورمت اعلى من نص علشان اتجنب الزلال عشان ما يبقاش في عندي زلال تمام يبقى بالتالي انا وصلت المص او سبع من عشرة او ستة من عشرة مسلا في مكاتب يبقى انا على الترابيزة او على الطاولة مش هيبقى في عندي زلال للاجساء ده مناسب لمين ده مناسب بالمكاتب اما لو انا عايز ازهر تفاصيل وعايز اعمل تركيز فمش شرط يبقى عندي معامل التجانس اعلى من نص فهنا بقول بعض الاماكن لا تحتاج الى معامل تجانس عالي زي ايه زي الممرات مش عايز معامل تجانس عالي المطاعب الفنادق المحلات والمعارض تمام فيش مشكلة ان معامل التجانس بيصل الى اتنين من عشرة مسلا بس تخلي بالك لو انت معامل التجانس ده صغير تمام لازم ترس على المعامل التاني اللي هو التباين لان لو في تباين كبير بين الالوان او بين درجات الاضاءة في المكان ده هيؤثر على الاداء البصري وهيبدأ في حالة المكاتب انا عايز انا عايز تجانس عالي او معامل تجانس اللي احنا قلنا عليه تمام اليو زيرو بيبقى نص او اكتر في بعض التطبيقات مش محتاج معامل تجانس عالي وانا لما يقول مش محتاج تجانس عالي يبقى لازم ابص على التباين طب ايه هو التباين التباين تعريفه لو قال لي عرف التباين هو الفرق بين مستعيات المسوع في مكان ما يبقى في نفس المكان هشوف مستعيات اللي اخدناها في المحاضرة السادقة تمام هشوف فرق المسوع يعني فرق الانارة العالية من مكان للتاني هي نسبة نسوع عنصر لعنصر اخر تعال طيب نفهم الكلام ده لو انا لن تفعش تقول لي حقق 200 واقص في كل الامات وان الله لن Choice Man اللي ان الارضية ليونها سود والجدار ليونها سود والسعوب في اللون ابيض وهنا المغاسل دي لونها ابيض internacional اظر كنا لو عايز لسوع لازم اقول عايز 200 واقص على القطع البيضاء اللي هيďها الحتات دي اعايز عليها 20 واقص الجوز بتاع الحود دي اعايز عليه 20 واقص هنا عايز 200 واقص في المغاسل تمام طيب على الجدار الناصع اللي هو هنا الجوز؟ ده. عايز تمام? عايز متين لكسة على الجدار المصر. طيب عايز كم لكسة على الجدار المزلم الجزئية دي. جدار المزلم الجزء ده. تمام ده كله. تمام ده كله جدار مزلم. عايز عليه متين لكس. لا عايز خمسين لكس. عايز لكسة اقل. لو احنا حسبنا من المعادلة اللي فاتت. خلاص عايزنا المعادلة دي. النسوع بيسوي مستوى الامارة. في معامل الانعكاس. حسب كل واحدة. على الباي. هروح الاقي ان المغاسر مضاق بتمانين كاندينة ده دوق مركز كاندينة على المتر المربع. وهلاقي الجزء الماصع من الجدار مضاق بتمانية كاندينة. الجزء الماصع ده. والجزء المزلم تمام ده مضاق باثنين كاندينة. هلاحظ ان الفرق كبير. يبقى التباين بين القطع البيضاء. والجزء الموسع واحد للعشرة. يبقى بين القطع الجزء هذا نسوع هنا. هنا النسوع عقل النسبة ده واحد على شد واحدة لعشرة. دي انا لو قارنت من النسوع على الجزء الأبيض ده. قطع الجزء المظلم. هيها ليست الى واحد الاربعين. يعني شدة الاضاء هنا اربعين من شدة الاضاءة على الجبار او الجزء المظلم ربعا ده بيدر العين التباين في القطع البيضاء والجزء المظلم اعلى اضاءة واقل اضاءة نسبة واحد الاربعين النسبة دي مجنوبة للعين طبعا مش مهندس اخلي النسبة دي كام عشان تبقى مريحة للعين لو انا بصيت هنا على اليمين هلاحظ ان فيه نسبة تباين عالية جدا هتخلي التفاصيل نفسها بتاعت الكمبيوتر والمكتب غير واضحة وهتعمل اجهاد عالي للعين لو انا مجرد ان انا عفلت السطارة اللي هنا كده عفلت بالوضع ده طلع السطارة هنا بدأ يظهر نسبة التباين اقل وبالتالي هتبقى مريحة للعين اكتر بدأت تظهر تفاصيل المكتب في تليفون فيه كمبيوتر فيه حده ده احنا ما كلناش شايفين الكلام ده يبقى مهم جدا نسبة التباين يا شباب طيب هل فيه ارقام موصة بيها رح قالك ايه الله اللي هي جمعية امور والانارة البريطانية والساسو اللي هي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بتوصي على ان يكون مستوى الانارة على الجدران من خمسين لستين في المئة من مستوى انارة سطح المكتب يبقى الجدران من خمسين لستين طيب مستوى انارة السقف بيبقى من ثلاثين لتسعين على تمام في المئة من امورة سطح المكتب فيعني لو انا عندي على سطح المكتب خمسونية لكس هيبقى الجدران من خمسين لستين في المئة يبقى انا عايز من خمسين لتنتمية لكس على الجدران يبقى انا هنا لازم اقلم من نسبة التباين طيب لحتى هنا ده كويس جدا ففي بعض التطبيقات يا شباب انا عايز يبقى فيه تباين عالي ليه؟ عشان اظهر العنصر المراد التركيز عليه يعني انا لو بصيت على القطعة الاسرية دي التباين هنا غير كافل اظهر العنصر في شكل مناسب اما انا لمنا عملت فوكس بامارة على العنصر وخليت الجزء اللي ورا ده ضغمة يبقى دي انا سمتها الامارة المركزة لان هي بتزورني تباين كافل للعنصر يبقى حسب التطبيق يبقى فيه تطبيق عايز توزيع امارة فيه تطبيق عايز توزيع امارة او عايز يولي فورنتي معامل يكون نصة او اعلى وفيه تطبيقات تانية لا فيه تطبيقات التانية اللي بيبقى اليولي فورنتي بتاعها قليل بيصل إلى 2 من 10 لازم أخذ بالي من الكنتراست لازم أشوف نسبة التباين من أعلى حجم من وراء وأقل حاجة لازم لا تتعدى الواحد على عشرة اللي هي النسبة التي تريح العين وده شوف نسبة إنارة الجدران ونسبة إنارة السقف مع الإنارة العامة على الورد بلان عشان أبقى منتظم في بعض الأوقات بحتاجي بقى عندي في إنارة مركزة وبتظهرني تباين عالي عشان أقدر أظهر تفاصيل الجسم طيب تعالى ناخد المعامل الثالث اللي هو الوهج أو الجليم هو تباين عالي جدا بين سطحين مختلفين المسوع لعند سطحين مختلفين المسوع في بينهم تباين عالي تمام زي إيه؟ لو أنا عندي ضوء شديد المسوع في خلفها مظلمة تعالى نبدأ نشوف مثال بسيط على الموضوع ده لو أنا عندي السيارة دي بالنهار ودي الكشف ده مور التباين بيبقى قليل لأن ضوء السيارة تمام مع ضوء الخلفية اللي هو ضوء الشمس فمفيش وهج عالي لا يسبب أي وهج تقريبا فبص على الكشف عادي جدا أما لو أنا بالليل لنفس السيارة في نفس المكان بيبقى لتيجة أن الخلفية مظلمة هينتج عندي وهج عالي جدا بوعيق الرؤية وكل ما يزيل التباين شدة الإضاءة بتبقى عالية مظلمة أكتر بيظهر تأثير الوهج الوهج هو تباين عالي جدا بين سطحين مختلفين في النسوع في عندي وهج مباشر زي الإضاءة اللي تطلع من الكشف بتخبط في عين الرجل اللي قاعد على الكمبيوتر ده ده اسم وهج مباشر عشان أتغلب عليها أستخدم أجهزة إمارة تحجب الوهج المباشر دفيوزر وغيره وفيه وهج منعكس لو انت شايف هنا الكشاف بتاع الإمارة خبط في جسم الشاشة بتاعت الكمبيوتر لأن الشاشة ده الإزاز بتاعها شديد لماعان وبالتالي هيسبب جزء من الوهج تمام؟ وأنا عشان أحل المشكلة دي إما أغير مكان الكمبيوتر أو أغير مكان الإمارة وأحط الإمارة بالوابع الصحيح في المكاتب اللي أنا عايز أشتغل عليها ده تعريف الوهج طب إزاي بحجب الوهج المباشر النتج من أجهزة الإمارة يا شباب؟ أنا أول حاجة في الطبيعة باستخدم شرايح معدنية لحجب وهج الشمس زي الأماكن الداخلية والغور فالداخلية دي باستخدم شرايح معدنية تمام؟ حط على الشباك عشان أحجب الوهج نفس الفكرة دي باستخدمها في الكشفات الشرايح المعدنية لحجب وهج المصابيح أو شرايح تمام؟ معدنية عشان أحجب الوهج الخاص اللي هو التباوي العالي في إلضاء بين مكان والتاني طيب وعشان أخفف الوهج باستخدم عاكس مناسب لحزب الوهج زي الستائر الشفافة أو شبه الشفافة وفي حالة الكشفات باستخدم القبال ديفيوزر أو الناشر القبال عشان أخفف من الوهج يبقى القبال ديفيوزر مستخدم من تخفيف الوهج في الكشفات لو تخفيف الوهج باستخدام المواد شبه الشفافة اللي أنا بحطه هنا هذه هنا أجهزة تسبب وهج مباشر بحطه على الجسم بتاع الشفاف ده أو شبه الشفاف ناشر شبه شفاف بحثة الإمار اللي طالعة تمام من الكشف ده أنا حطيت ده جوه البوكس كده بحيث ما يسبب ليش تمام وهج مباشر يدور العين المعامل الرابع اللي هو زاوية الشعاع طيب بسموها الحزمة الضوئية تعريفها هي الزاوية بين شدة الضوئية العزمة اللي هي بتبقى هلتك كده تحت الكشفه مباشرة ونصف الشدة الضوئية العزمة للعواكس اللي هي الزاوية دي احنا بنسميها تمام زي ما احنا شايفين كده الزاوية دي العشرة دي تمام؟ هي دي اللي احنا بنسميها وبالتالي أنا هلخص المحضرة دي فإن أنا بقول في المحضرة الرابعة متعامل مع متعامل مع زي ما حضراتكم شايفين سوفنا هنا في الرسم ده أنا عايزة حقق متين لكس لقيت اماكن فيها اعلى من متين لكس واماكن اقل من متين لكس شفت القيمة الصغرى او الدنيا لقيتها نية اربعة وستين العزمة متين سبعة وخمسين الأفرج بتاعهم متين سبعة وعشرين لكس وبالتالي طلعت عامل التجانس او اليونيفورنت اللي هو تعريفه نسبة الامارة الدنيا اللي هي الـ الـ وهي تفضل ان تكون اكثر من نص هنا سبعة من العشرة ده كويس لو انا عايز يونيفورنتي لان العين ما بتوع لان القيمة لو كانت اعلى من النص العين لا تلاحظ اي فروق في مستويات الامارة وان لا ده مش في كل التطبيقات وبعض التطبيقات انا بحتاج مستويات الامارة بيبقى فيها اليونيفورنتي عالي اعلى من النص وفي مستويات الامارة بتبقى اغلب من النص ممكن تصل الى اثنين من العشرة وبالتالي لما يكون مستوى مستوى التجانس اقل بيصل الى اثنين من العشرة لازم ابص على المعامل التاني اللي هو التباين لازم احقق ان التباين بين اعلى شدة اضاعة واقل شدة اضاعة لا نزيد عن واحد على عشرة لو احنا شوفنا هنا اماكن مصعى جدا زي الاحواب الليل هابيض والجوز المسلم فانا هلاحظ ان التباين بين القطع البيضاء والجوز الاسود او الجوز الماصع واحد العشرة اما التباين بين القطع البيضاء والجوز المسلم واحد والاربعين واحد الاربعين دي هتبدأ تضر العين تجهد العين لو واحدة على عشرة لا تجهد العين حسب توصيات جمعية النور والانارة البريطانية الاس اللي ان وتوصيات الساسو اللي هي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ان النسبة لا تزيد على واحد الى عشرة وبيبقى مستوى انارة الجدرام من 50 الى 60 في المية من مستوى سطح العمل مستوى انارة السقف من 30 الى 9 في المية من مستوى سطح العمل او مستوى سطح المكتب ولكن زي ما قلنا فيه استسلاء في بعض الحالات انا ببقى عايز التباين يبقى عالي عشان اظهر تفاصيل عنصر وبالتالي باستخدم امارة مركزة زي القطع الاسرية اللي قدامنا هنا بدأت تظهر اكتر نتيجة وجود تباين اما هنا الفرق بين القطع الاسرية والخلفية والارضية مش كبير وبالتالي لا تظهر كل تفاصيل هذه القطع الاسرية بعد كده شوفنا الوهج اللي هو تباين عالي جدا بين صفحين مختلفين زي ما شوفنا الكشاف بتاع السيارة في الليل والمهار هنا مفيش وهج هنا الوهج عالي في عندي وهج مباشر بالان الامارة بتخبط في عين المستخدم مباشرة وهج منعكس او غير مباشر انها بتخبط في جزء شديد اللي معاني بعد كده ترجع للمستخدم قلنا ازاي مخفف الوهج بان انا بستخدم شراحة معدنية لحجب الوهج في التشفات بستخدم بستخدم اجهزة تحجب الوهج بعد كده تكلمنا عن زاوية الشعاع او الحزمة الضوئية اللي هي البيم انجل الزاوية بين اقصى شدة ضوئية ونصف قيمة الشدة الضوئية اللي احنا سميناها البيم انجل او زاوية الشعاع وبكده اكون خلصت المحاضرة الربعة من دور التصميم الامارة ونلقاكم في محاضرات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة